الله الرحمن الرحيم اهلا بكم كله متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة توقعية جديدة من العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس ولكن المرة دي الراجل مش بيتكلم في زلزال بالرغم من اللي قاله عن الزلازل بدأ بالفعل يتحقق لانه مبارح كان عندنا زلزال بنفس القوة اللي هو بتكلم عنها ونوه عنها قبلها بست ساعات بنفس القوة وفي نفس المكان ويتكلم عن حاجات تانية كتير جدا ولكن الابشع انه بيتكلم عن سلسلة من الفيضانات ستضرب ست دول عربية فيضانات لم يسبق لها مثيل بقوة رهيبة ستبتلع محافظات في بعض الدول بالكامل وبدأنا نشوف تحذير النهاردة من هيئة الارصاد المصرية بتتكلم عن فيضانات وسيول ستحدث في تسع محافظات مصرية تعالوا مع بعض نشوف ايه هي الحكاية ولكن يا ريت لو حضرتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضرتكم منا كل جديد تعالوا في الاول نشوف ايه هو الزلزال مبارح كان فيه زلزال قوي جدا بقوة ستة بوينت ستة من عشرة على مقياس رختر على بعد خمسة وخمسين كيلو كيلو متر تحت سطح البحر والمكان او بقرة الزلزال كان جزيرة بتقع على حزام خط النار زي ما قال بالضبط العالم الهولندي اتكلم قبليها بست ساعات بالضبط العالم الهولندي هنا بيقول حضرتك انه فيه زلزال تاني هيكون بعد ساعات قليلة هو كان تنبأ بوجود الزلزال اللي حصل مبارح في نفس المكان والاغرب هنا انه توقع انه الزلزال هيكون اكتر من ستة على مقياس رختر واقل من سبعة على مقياس رختر وهيكون تحت سطح البحر ما قالش الارض قال البحر يعني معنى كده انه هيكون في البحر او مركزه البحر وبيتكلم عن انه الشتاء القادم سيكون شتاء كل مفاجآت لكل دول العالم وبعد كلام الراجل ده بحوالي ساعتين بدأنا نشوف خبر منشور بصورة كبيرة جدا وهو تهديدات جديدة بفيضانات مدمرة لاربع دول عربية هل هي نهاية العالم كما يقول العالم الهولندي ام ماذا يحدث بعد اللي حصل من يومين في السعودية فيضانات وسيول مدمرة لدرجة ان السيارات كانت بتعوم فوق المية كأنها سقف وليست سيارات خطر جديد بيهدد العالم وطبعا اللي حصل في السودان مش هننساه ده كان شيء غير طبيعي وغير منطقي الخبر بيقول لحضرتك هنا انه فيه فيضانات مدمرة تكتاح السحراء الكبرى التي تشتهر بنضرة الامطار فيها وخصوصا في التوقيت ده من العام يعني عايز يقول لك اللي بيحصل دلوقتي في السحراء الكبرى شيء مش طبيعي لانها بمنطها البساطة كفية ان هي الصحراء صحراء يعني المفروض ما يكونش فيها كمية الطفان اللي موجود بالشكل ده او اللي هيكون موجود خلال الساعات القليلة اللي جاية العالم الهولندي بيتكلم عن انه العشر ايام اللي جاية هتكون عشر ايام خطيرة جدا جدا او الاخطر على الاطلاق بعدها على طول بدأنا نشوف كلام لجريدة واشنطن بوست الامريكية بتوقعات بهطول كميات رهيبة من الامطار هطول كميات كبيرة جدا 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 توصف بحد وصف الجريدة بالطفان وكمان طفان نادر الحدوث يعني فيه اخطر انواع الطفانات هي دي بحسب ما تم نشره مدعما بنمازج الاحداث او الاحداثيات الخاصة بالخرائط الخاصة بالطقس العالمي انه الامطار ستكون بكميات غير مسبوقة يعني كميات كبيرة جدا 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 ما كانش متوقع انها تكون موجودة في نفس التوقيت ده من العام وانه ستشهد بعض اجزاء من الصحراء الكبرى خمس اضعاف متوسطه طول الامطار في التوقيت الاصعب من الحالي يعني بيقول لحضرتك انه اخطر توقيت في الشتاء بيكون فيه نسبة معينة من الامطار بيقول لحضرتك انه اللي هيحصل دلوقتي او خلال عشر ايام اللي جاية هيكون خمس اضعاف زروة سقوط الامطار في فصل الشتاء مش كمان في فصل الصيف وانه يوجد بعض المناطق ستشهد هطول امطار لاول مرة على الاطلاق في الشهر الحال وبوفق ما نشرت جريدة واشنطن بوسط الامريكية انه من المتوقع حدوث ظاهرة نادرة تؤدي الى فيضانات عارمة في اجزاء من هذه الدول تشاد وليبيا والجزائر والنيجر ومصر وذلك لان الكسبان الرملية فيها لا تمتص المياه على الاطلاق وذلك سيحدث في العشر ايام المقبلة لدرجة ان يحس المواطن انها نهاية العالم التحديات القبرى للطقس او للطبيعة ستواجه الانسان خلال الايام القليلة القادمة او العشر ايام اللي جاية وده نفس الكلام اللي قاله العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس بعد الزلزال بتاع انبارح وبعد سلسلة الزلاز المتتابعة اللي تكلم عنها العالم الهولندي وليلى عبل اللطيف بعد ما يعني حذروا الناس من نهاية العالم ارضا بيتوفاجأ المواطن المصري بتصريح او بيان من هيئة الارصاد الجوية المصرية بتفاجئ المصريين بتصريحات عن اعنف شتاء على الاطلاق وبداية في غير موعده موضوع بيتلخص في تصريح هيئة الارصاد الجوية المصرية عن امطار رعضية وشديدة وعنيفة تضرب تسع محافظات مصرية اعنفها ستكون الاسكندرية ومطروح حيث كشفت هيئة الارصاد الجوية عن انقلاب كامل للطقس السيء والقادم اسوأ على ما يقارب من عشر محافظات في بيان رسمي عن هيئة الارصاد الجوية انه ستكون هناك امطار شديدة مع رياح واتربة على ست مناطق مصرية منها حلايا بوشلتين وابو سيمبل كما ذكرت الدكتورة منار غانم في تصريح تلفزيوني وكان قد تم تدول انباء كثيرة عن ان موسم الشتاء سيكون الاعنف على الاطلاق وذلك بسبب التغيرات المناخية التي منها الضغط الزائد على الغلاف الجوي الذي سيؤثر على كل دول العالم وليست مصر فقط طبعا كلنا شفنا اللي حصل من حوالي عشر ايام او حداشر يوم تقريبا في السعودية في اليوم ده احنا لقالنا لحضراتكم اللي حصل قبل الطفان او قبل اللي حصل او السيول اللي حصلت بحوالي ستة او سبع ساعات هيئة الارصاد الجوية السعودية اصدرت بيان رسمي وكمية من التحذيرات غير عادية للناس ما تنزلوش للشوارع الغريب انه وقت حدوث الطفان الناس ما صدقتش كانت موجودة في الشوارع باطفال ونساء وصيارات العربيات يا جماعة كانت بتعوم فوق المية وكأنها سفينة مش سيارة هيئات الاغاسة كانت موجودة في الشوارع بصورة غير طبعية الحمد لله ما كانش فيه ضحايا ولكن كان فيه مصابين وخسائر مادية لحصرة لها لو تفتكروا الدكتور عباس شراقي طبعا حضرتكو كلكو فاكرين التصريحات والتحذيرات اللي كان بيقولها ولكن تحذيراته كانت موجهة للحكومة المصرية الاول قبل المواطن المصري يقول لحضرتك انه خلال الايام اللي جاية الشتاء هيكون الاعنف على الاطلاق متوقع حدوث فيضانات وسيول وامطار رعضية وامطار غير عادية لما تسمع انه فيه تحذير من الدولة اللي انت عايش فيها ايا كانت الدولة اللي بيحصل دلوقتي موجود في كل دول العالم والتحذيرات بيتم اطلاقها لكل دول العالم كل دولة اخدت نصبها من غضب الطبيعة اللي عنده زلزال واللي عنده تسونامي اللي عنده فيضان واللي عنده سيول وكل واحد على حسب طبيعة الجو عنده فلازم هنا خضرتك لما تسمع بلاش تنزل للشوارع او ما تنزلش او تحذير او ايا كان حافظ على نفسك وعلى اولادك وبلاش تنزل وقتها للشارع الموضوع يا جماعة مش تحدي الموضوع انه الناس دي بتكون عارفة ايه اللي هيحصل في الساعات اللي بعد كده فلازم نخلي بالنا ساعدهم علشان هم لو لقدر الله حصل شيء يقدروا ويساعدوك اللي حصل في السعودية وفي السودان كان شيء رهيب جدا جدا من تحدي المواطن اللي حكمته فخلي بالكو يا جماعة الموضوع كله بيتلخص في انه انا بحافظ على نفسي وعلى اولادي سمعت انه هيئة الارصاد الجوية بتطلق اي تحذير ايا كان بقعد في بيتي بحافظ على اولادي بحافظ على نفسي من اللي ممكن يحصل فيه تحدي واضح جدا جدا للطبيعة بيسمى تحت مسمى التغيرات المناخية اللي محدش بقى عارف هي ممكن توصل لحد فين واللي ممكن يحصل في دول في العالم بيحصل فيها حرايق مفاجأة في لحظة واحدة مناطق بالكامل بتحترق من شدة الحرارة وفي مناطق بتمحى تماما من السيول والامطار والفيضانات هنخلي بالنا في خلال الفترة اللي جاية وهنخلي بالنا كويس جدا من هيئة الارصاد الجوية بتقول لي اي بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضراتكو قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة بنتظر من حضراتكو لو استفدتوا بمعلومة واحدة ياريت ما تنسوش ضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس ان شاء الله على خير هنتقابل في فيديو جديد في اماني